السلام عليكم نصيحة مهمة جدا للعزل حالك يكون تحت المواسير زي كده زي ما سيتك شايف اهو ده كده العزل دي طبقة لياسة نضافة ليه السقف عشان ما بقاش فيه طراب زي كده الطراب ده مانع ليه العزل بعمل رهبة ازازة زي كده ما تبقاش عالية عن طبعا عندي سي مسلا السراميك هيبقى هنا كده ما ينفعش العزل يبقى فوق كده لأ العزل يكون تحت مستوى السراميك ليه المكان ده لو فيه عزل لما جلزة البلاطة المكان ده مش هيشرب مونة فاصبح مش هيقبل لان في عزل مش هتلاقيه مطبل ومش هيقبل منك آآ بلاط هتلاقي الجزئيل تحت بلاط فاضي مطبل عشان فيه عزل انما العزل لما يكون تحت هيكون افضل بنسبة مية في المية علشان البلاطة تمسك معاك زي ما انت عايز وبتعمل تكهيزاتك دليل تقطير هناك هوت علشان ازلى قدر الله فيه مشكلة في العزل هنا فيه مشكلة في السباكة العزل بيحول وش المية تيجي على دليل التكتير دليل التكتير ياخدها يطلحها على برة في البلكونة الناحية التانية ويا رب نقول اعجابكم طبعا العزل كله تحت المواسير بقفل الشنايش كلها اهي وعزل بتاعيه تحت المواسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة